يصف الجدول التالي العلاقة بين عدد قطع الدجاج في الوجبة الممثلة بـ X والسعر الوجبة الممثل بـ Y اكتب المعادلة التي تصف هذه العلاقة في البداية عندما تكون X صفر تكون Y صفر أيضا وعندما تكون X تساوي 1 Y تساوي 1 و 3 على 4 بسط العدد الكسري بتحويله إلى كسر غير حقيقي 4 على 4 زائد 3 على 4 يساوي 7 على 4 إذا كانت X تساوي 2 Y تساوي 3 ونصف لكتابة هذا العدد بطريقة أوضح 2 ضرب 3 يساوي 6 زائد 1 يساوي 7 7 على 2 وهو نفس 14 على 4 ثم لديكم هنا عندما تكون X تساوي 3 Y تساوي 5 و 1 على 4 الكسر غير الحقيقي الذي يعبر عن هذا الرقم هو 21 على 4 حيث أن 4 ضرب 5 يساوي 20 زائد 1 يساوي 21 وإن أردتم كتابة العدد الأخير على شكل عدد على 4 فإنه يساوي 28 على 4 7 يساوي 28 على 4 كما تلاحظون فإن هذه العلاقة نسبية النسبة بين X و Y تساوي دائما 7 على 4 Y يساوي 1 و 3 على 4 من X للتوضيح أكثر فإن Y على X تساوي 7 على 4 إذا ضربتم الطرفين في X يصبح لديكم Y تساوي 7 على 4 مضروبة في X تأكدوا بتعويض القيم من الجدول إذا كانت X تساوي 4 مثلا Y تساوي 7 على 4 ضرب 4 و يساوي 7 وعندما تكون X تساوي الصفر Y تساوي 0 وإذا كانت X تساوي 3 فإن 7 على 4 مضروبة في 3 تساوي 21 على 4 ويساوي 5 و 1 على 4 وهكذا للتأكد من الإجابة اكتبوها في المستطيل هنا Y تساوي 7 على 4 مضروبة في X الإجابة صحيحة تساوي 7 على 5 مضروبة في المستطيل هنا على 6 مضروبة في المستطيل هنا وكذلك على 6 مضروب في X